جو تيتشر تعليم بلا قيود بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين طلابنا طالباتنا مع حصة رقم ثلاثة من مادة التأسيس الحصة الماضية يعني أكثر موضوع كنا نتحدث فيه التحليل إلى العوامل الأولية تعلمنا الحصة الماضية كيف نحل الفرق بين مربعين جذر الأول ناقص جذري الثاني ثم جذري الأول زائد جذري الثاني قوسين متشابهين بيختلفوا بالإشارة تعلمنا فرق بين مكعبين ومجموع مكعبين قوس صغير قوس كبير القوس الصغير بنأخذ الجذري التكعيبي للأول والجذري التكعيبي للثاني والإشارة نفسها القوس الكبير قاعدة الأصابع الأربعة مربع الأول عكس الإشارة الأول ضرب الثاني وأخيرا مربع الحد الثاني وقلنا هاي العبارة التربعية الناتجة من فرق بين مكعبين أو مجموع مكعبين دائما لا تحلل مميزها سالب ثم اتعلمنا تحليل عبارة تربيعية ثلاثية الحدود وأخذنا حالتين إذا معامل إكس تربيع بيساوي واحد وإذا معامل إكس تربيع لا يساوي واحد إذا معامل إكس تربيع واحد بنفتح قوسين إكس تربيع إكس على القوس الأول إكس على القوس الثاني بنزل إشارة الأوسط في القوس الأول وبضرب إشارة الأوسط بالأخير إشارة القوس الثاني لما نحلل الحد المطلق من راعي الشرطين عددين حاصل ضربهم بعض الحد المطلق ثم نأخذ إما المجموع أو الفرق بعتمد على إشارة الحد المطلق إن كانت موجبة خد المجموع إن كانت سالبة خد الفرق والعدد الكبير دائما على القوس الأول في حالة إنه معامل إكس تربيع لا يساوي واحد معامل إكس تربيع بنضربه بالحد الثابت ومنحلل الخطوة الأخيرة الحد الثابت يقسم على معامل إكس تربيع وإذا كان لا يقبل القسمة بنلسق بمين بالإكس هذا ما تعلمنا الحصة الماضية اعملنا ريفرش للحصة الماضية مشان نقدر نتابع معاكم حصة اليوم الآن رقم أربعة من التحليل إلى العوامل إخراج عامل مشترك السؤال هو أستاذنا نعم أستاذ متى نلجأ لإخراج العامل المشترك خذ المفتاح أو عضيعه في حالة متى إذا لم يتوفر حد مطلق عدم وجود حد مطلق اللي هو الحد الثابت إذا كان لا يوجد حد مطلق نقوم بإخراج عامل مشترك والأس الأصغر هو العامل المشترك عندي إكس أو عندي إكس تربيع الإكس عامل مشترك عندي إكس تربيع وعندي إكس تكعيد الإكس تربيع عامل مشترك الأس الأصغر يعني مش دائما إكس عامل مشترك تمام؟ تمام طب متى نلجأ له في حالة أنه لا يوجد حد مطلق كيف؟ تعال معي هون مسألة واحد إكس تربيع ناقص ثلاثة إكس حلو لا يوجد حد مطلق معنى تسحب عامل مشترك يلا إكس تربيع إكس بنسحب الإكس عامل مشترك وبعد العامل المشترك على طول بنفتح قوس وهذه الحدود تقسم دائما على العامل المشترك إقسم إكس تربيع تقسيم إكس بظل إكس ناقص ثلاثة إكس تقسيم إكس بظل ثلاثة انتهى هذا هو التحليم بالله لو دخلنا إكس على القوس إكس بإكس إكس تربيع إكس بنانقص ثلاثة هترجع نانقص ثلاثة إكس تمام؟ تمام أستاذي يلا المسألة البعديها خمسة إكس تربيع زائد عش خمسة إكس زائد عشرة إكس تربيع لا يوجد حد مطلق إخراج عامل مشترك عندي إكس وعندي إكس تربيع الإكس عامل مشترك عندك ثوابت هون خمسة هون عشرة الخمسة عامل مشترك معناته العامل المشترك هو خمسة إكس نفتح قوس اقسم خمسة إكس على خمسة إكس بتروح واحد عشرة إكس تربيع تقسيم خمسة إكس عشرة على خمسة اثنين إكس تربيع راح منها إكس بضل إكس إذن خمسة إكس مضروبة بواحد زائد اثنين إكس دخل خمسة إكس على القوس خمسة إكس بواحد خمسة إكس خمسة إكس باثنين إكس عشرة إكس تربيع تمام مسألة ثلاث إكس تكعيب ناقص أربعة إكس هون إكس تكعيب وهون إكس مين العامل المشترك الاكس القس الأصغر هاي الاكس عامل المشترك قوس اقسم اكس تكعيب راح منها اكس بيظل اكس تربيع اربعة اكس على اكس بتروح الاكس بيظل اربعة السؤال هالاكس تربيع ناقص اربعة لها تحليل نعم لها الحصة الماضية تحلل فرق بين مربعين الاشارة بينهما ناقص اذا تحلل لو كانت موجب لا تحلل هذيك بتكون مجموع مربعين خذ الجذر اكس تربيع اكس ناقص جذر الاربعة اثنين القوس الثاني غير الاشارة اكس ناقص اثنين اكس زائد اثنين اذا هون حللنا مرتين اولا اكس عامل مشترك ثم قلب على فرق بين مربعين تمام نخذ كمان مسألة رقم اربعة اكس تكعيب ناقص ثلاثة اكس تربية زائد اثنين اكس لا يوجد حد مطلق لاحظ ما في حد مطلق معناته فكرة التحليل سحب عامل مشترك اكس تكعيب اكس تربية اكس اثنين اكس على اكس بيظل اثنين يعيني عليك ارجعنا للحصة السابقة هذه عبارة تربيعية ثلاثية الحدود تحتوي على اكس تربية و اكس و حد ثابت تحلل بين قوسين اللي شرحنا الحصة الماضية يلا اكس بتنزل ما بزبط طالب طالبة فاتح لي على حصة رقم ثلاثة ومش حاضر الحصة الاولى والثانية الرياضيات مبنية على بعضها البعض ما بتستفيد دير بالك هلا انا هون لما اجي احلل رح اعتمد على الحصة السابقة هون اذا انت ما فهمت لانك مش حاضر الحصة الماضية دير بالك اكس تربية اكس اكس اشارة الاوسط السالب تنزل على القوس الاول اضرب سالب بموجب سالب انحلل الاثنين عددين حاصل ضربهما اثنين والمجموع مجموعهما ثلاثة اكيد الاثنين والواحد الاثنين على القوس الاول الواحد على القوس الثاني انتهى التحليل حلو مسألة رقم خمسة اكس تربيع ناقص اربعة اكس تكعيب لا يوجد حد مطلق معناته سحب عامل مشترك عندي اكس تربيع وعندي اكس تكعيب الاسس الاصغر مين الاسس الاصغر اكس تربيع نفتح قوس اقسم اكس تربيع تقسيم اكس تربيع واحد ناقص اربعة اكس تكعيب تقسيم X تربيع بظل 4X بس ستكيف أتأكد أنه حلي صح دخل X تربيع على الكوس X تربيع بواحد X تربيع X تربيع بناقص 4X ناقص 4X تكعيد تمام تمام يلا حكولي متى نلجأ لإخراج العام للمشترك تذكر المفتاح عدم وجود حد ثابت مفيش حد ثابت اللي منسميه الحد المطلق معناته سحب عامل مشترك هنا السؤال اللي أعطيتكم إياه كان النص بيقولك حلل ما يلي لعوامل الأولية حلل بيختلف عن أجد حل المعادلات التالية شوفوا هون حل المعادلة هو إيجاد قيم المتغير فيها بدنا نطلع قيم X إذن هنا ما بهمني تحليل للعوامل X تربية تساوي 3X جد حل المعادلة يا سلام نبلش بالغلط شو رايكم أخطاء الطلاب يلا نبلش بالغلط ليش ليش يا أستاذ بتعلمني الغلط بعلمكم الغلط عشان تتجنبوه مشان إذا وقعت فيه بالامتحان تتذكرني إيه هذا الأستاذ جمعة قال لي عنه غلط دير بالك نبدأ بالخطأ يلا تعالوا نبدأ بالغلط طيب أجى عمك خالد شو عمل قال أستاذ قلت له نعم قال على X على X يا ضيي بلشنا أكلنا هو كمل قال X تربية على X X 3X على X فيها 3 طبعا هذا الحل خطأ الأسباب صحيح أنه الثلاث بتحقق المعادلة أنا معك عوضك سيب ثلاث 3 تربيع تسعة 3 بثلاث تسعة التسعة تساوي التسعة تحقق بس يا خالد حلك نعقص هناك قيم أخرى تحقق المعادلة أنت يا خالد ما حصلت على جميع الحلول أنت عطيتني بعض الحلول طب أستاذ شو الخطأ اللي ارتكبته خطأك أنك قسمت على X والX متغير مش معروفة قيمتها فيه احتمال يا خالد أنه X تكون قيمتها صفر معناته أنت يا خالد قسم الطرفي المعادلة على صفر وحكيت لك من الحصة الأولى يا خالد أنه عندما يكون المقام صفر فالمقدار غير معرف إيه والله يا أستاذ يعني أنا هون لما باجي بقول لطالب أنت قسمت الطرفي المعادلة على صفر بحلف يمين بقول لي لا والله بقول له ليش قال أنا أقسم بالله ما قسمت على الصفر بقول له تعال عليش قسمت بقول لي أنا قسمت على X يا سلام أحسنت طب الX معروفة قيمتها ولا مجهولة أستاذ مجهولة طب فيه احتمال X تكون قيمتها صفر ولا ما فيه فيه معناته أنت قسمت على صفر والقسمة على صفر لا يجوز يكون المقدار غير معرف البعبع بالرياضيات هو صفر المقام والله يستاذ قناعكم طيب ممتاز معناته من هون من هذا المنطلق عند حل معادلة لما نيجي نحل معادلة لا يجوز القسمة على متغير على X أو X زائد واحد لا يجوز القسمة على مجهيل ما نصير تقسم على مجهول ممكن هذا المجهول تكون قيمته صفر أيها اتعلمنا الغلط اتعلمنا أستاذين علمني الصواب أكيد أنا رح أعلمك الصواب يلا الصواب يا محترمين بتصفر المعادلة أول خطوة بتساوي المعادلة بالصفر انقل يا بنقل X تربية لعن 3X أو العكس أي قرار صح المهم نساوي المعادلة بالصفر X تربية ناقص 3X يساوي صفر صفرت المعادلة ثم سحب الـ X عامل مشترك لعدم وجود حد مطلق عندما X عامل مشترك يبقى X ناقص 3 يساوي صفر ما الإشارة بين الـ X والقوس ضرب تذكروا شيء بالرياضيات A مضروبة في B تساوي صفر إما A تساوي صفر أو B تساوي صفر ما دام حاصل ضربهم أعطى صفر معنة واحد منهم لازم يكون صفر طبعا هذا الحكي ما بيزبط على عدد غير الصفر أو عد تعملوها بالرياضيات A في B بيساوي أربعة بيجيك طالب إما A أربعة أو B أربعة هاي وين رايح غلط ليش إما A أربعة أو B أربعة ليش ما تكون A ثنين والB ثنين ثنين ضرب ثنين أربعة ليه ما تكون A قيمتها ثمانية والB قيمتها نص ثمانية ضرب نص بتعطيك أربعة هلا بعطيك مليون حالة أها متى بالرياضيات نحكي إما الأول يساوي أو الثاني يساوي لما المعادلة بتساوي صفر غير الصفر لا يجوز عشان هيك إحنا بنقول لك صفر معادلتك أها إما X تساوي صفر ومنها X تساوي صفر أو X ناقص ثلاث تساوي صفر ومنها X تساوي ثلاثة نقلناها إذن أنا هون يا خالد يا محترم أنا أعطيتك حلين للمعادلة الـ X الصفر والثلاث وجرب الصفر بيحقق المعادلة صفر تربيع صفر ثلاثة بصفر صفر تساوي والثلاثة بتحقق ثلاثة تربيع تسعة ثلاثة بثلاثة تسعة أنا يا خالد أعطيتك حلين أنت يا خالد قسمت الطرفين على X ضيعت أحد الحلول طلعت لقيمة واحدة أنت طلعت معك بس الثلاث أنا أعطيتك قيمتين بكفي يلا بناء على ذلك وبناء على هاي التفاصيل إن شاء الله ما عدنا نشوف هاي الأخطاء عن طلابي يلا المسألة الثانية X تربيع تساوي 4X تقريب اللي منكم بدو يستفزني أنا بعطيك نقطة ضعفة أعطيكوا إياها آه يا أستاذ عشان نستفزك ماش يستفزوني زي ما بدكوا بس يعمل لي هيك على X تربيع على X تربيع آها ما بصير نقسم عم جهيل بدناش نعيد الشريط تبع خالد صفر لمعادلتك يابا نقل هاي يابا نقل هاي إيه اللي بدك إياها ودي هاي لهناك يلا نقلها روحي لهناك 4X تقريب ناقص X تربيع وعند النقل من غير الإشارة نقلناها يعني صفر تمام مين العامل المشترك لا يوجد حد مطلق X تقريب X تربيع X تربيع عامل مشترك نفتح قوس 4X تقريب على X تربيع 4X ناقص X تربيع على X تربيع 1 يساوي صفر حلو إما الأول بساوي صفر أو الثاني بساوي صفر يلا إما X تربيع بتساوي صفر أو 4X ناقص واحد بتساوي صفر هنا أجذر الطرفين الـ X تربيع على جذر الصفر صفر بساوي صفر بساوي صفر بساوي صفر بدنا X اقسم على معامل X على 4 على 4 ومنها X تساوي ربع إذن ما هو حل المعادلة الصفر والربع تمام؟ تمام شو يعني حل المعادلة؟ اللي بيحقق المعادلة روح المعادلة الأصلية عوض X بربع أو عوض X بصفر حيطلع الطرفين متساويات هذا هو حل المعادلة تمام أستاذنا؟ تمام شو علمك هذا المثال؟ إياك لما تحل معادلة اتقسم على مجهيل مجهيل لا يجوز طيب اخلصنا من إخراج العامل المشترك بدنا ننتقل إلى آخر إشي بالتحليل للعوامل رقم 5 تحليل معادلات من الدرجة الثالثة فأكثر درجة ثالثة درجة رابعة بغض النظر خامسة سادسة اللي بدك إياه بس بشرط مع وجود حد مطلق يوجد حد ثابت أو حد مطلق ليش؟ لأنه أصلاً لو ما في حد مطلق كان سحبنا عامل مشترك أيوة وجود الحد المطلق اقرأ إكس تكعيد ماقل سبعة إكس زائد ستة بساوي صفر وجود الحد المطلق بمنع العامل المشترك أيوة فالشرح اللي أشرح لك إياه الآن متى نستخدمه؟ معادلات من الدرجة الثالثة فأكثر ولكن مع وجود حد مطلق لازم يتوفر حد مطلق وهذا موضوع أخذته بالصف الأول ثانوي طبعاً بداية أوعى طالب يعمل لي هيك أستاذ نفتح قوسين نفتح قوسين ها؟ سلافة نفتح قوسين أو سلافة يلا نطلع المميز والقانون العام هذا الحكي بس للعبارة التربيعية يا جماعة هذا درجة ثالثة كيف تقول لي افتح قوسين؟ ديروا بالكم آها الشرح السابق للعبارة التربيعية أستاذ وكيف نحلله؟ مادة أول ثانوي بدنا نطلع الآن إيش هي اسمه؟ الأصفار النسبية يلا هسا بصيروا تتذكروا بدنا نطلع الأصفار مين؟ النسبية الأصفار النسبية هذا يتطلب ما يلي شو بتطلب؟ بسم الله الحل أول شغلة بتروح بتطلع عوامل الحد المطلق من هو الحد المطلق؟ أو الحد الثابت؟ ستة الحد المطلق ستة تعطيني عوامل العدد ستة أستاذ أنا ما أعرف بالرياضيات ما يعني عوامل؟ أهلا وسهلا تعال لي هون معناته خلينا أعالجك عوامل العدد ثمانية الأعداد التي تقبل القسمة على ثمانية بدون باقي ما في باقي الباقي صفر عوامل الثمانية هي الواحد نفسه لأن ثمانية على واحد ثمانية الاثنين ثمانية على اثنين أربعة الأربعة نفسها ثمانية على أربعة اثنين والثمانية نفسها ثمانية على ثمانية واحد تسمى واحد اثنين أربعة ثمانية عوامل الثمانية وعلى فكرة تأخذ العوامل بالموجب وبالسالب سواء موجب أو سالب تمام تمام هل العدد ستة من عوامل الثمانية أكيد لا ثمانية تقسيم ستة ما بطلع الناتج عدد صحيح بظل في عنا باقي صح ونلاحظ أن العدد واحد دائما والعدد نفسه دائما أحد العوامل دائما لكل الأرقام لأنه أي عدد بالدنيا يقبل القسمة على واحد وأي عدد يقبل القسمة على نفسه يعني لما يجي واحد يقول لك أعطيني عوامل مثلا العدد عشرة قل له أكيد الواحد والعشرة من العوامل دائما الواحد والعدد نفسه من العوامل دور على إعداد أخرى الاثنين عشرة عثنين خمسة الخمسة عشرة خمسة ثمين حلو أعطوني عوامل العدد 12 ما عوامل العدد 12 الواحد نفسه الاثنين ثلاث الأربعة الستة الاثناش يا سلام هاي كلها تقبل القسمة بدون باقي أعطوني عوامل العدد ثلاث الواحد والثلاث ما فيش غيرهم فهمتوا شو معنى عوامل فهمنا يا أستاذ طيب ماشي الحال بدناش نشرح بشغله ويكون في عندكم نقطة الضعف بشغله ثانية ها وأنا قاعدين بنعطيكم من الصفر شرح أعطوني عوامل العدد ستة يلا واحد اثنين ثلاثة تمام ستة أستاذي ما بدك تكتب عليهم موجب سالب أجل ليها شوي مشان ما أوجع لك رأسك خلصنا عوامل الحد المطلق بتروح الآن بتجيب عوامل الحد الرئيسي أستاذي ما يعني الحد الرئيسي أعلى درجة مين أعلى درجة اكستكعيد معاملها واحد هذا العدد واحد بمثل عامل الحد الرئيسي يعني بدي منك عوامل العدد واحد لو كان معامل اكستكعي بثنين بدك تطلع عوامل العدد اثنين عوامل الحد الرئيسي الحد الرئيسي أعلى أس أعلى درجة وما عوامل الواحد الواحد فيش غيره عوامل الواحد الواحد طيب خلصنا عوامل الحد المطلق خلصنا عوامل الحد الرئيسي هلأ بنروح بنطلع إشي اسمه الأصفار النسبية الأصفار النسبية عبارة عن إيش عوامل الحد المطلق مقسومة على عوامل الحد الرئيسي عوامل الحد المطلق تقسيم عوامل الحد الرئيسي يبيعطيك مين الأصفار النسبية إذن الأصفار النسبية اقسم عوامل المطلق الرئيسي مش العكس ساد كيف نقسم يلا واحد تقسيم واحد وواحد اللي بعده ثنين تقسيم واحد اثنين ثلاثة تقسيم واحد ثلاث ستة تقسيم واحد ستة الأرقام اللي فوق كلها قسمناها على واحد بالظل نفسها وبس تخلص أستاذي حط عليهم موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب فأنا بدل مغلبك وتكتب من هون موجب سالب وظلك تنسخ فيها خليها آخر إشي لما نطلع الأصفار النسبية نحط إشارة موجب سالب قبل ما كمل طالب بيسأل عشان يتمكن طب يا أستاذي آيا أنا لسه آتني مش مستوعبها كثير هات شو عندك أستاذ افرض في بعض الأسئلة طلعت عوامل الحد المطلق مثلا هي خلينا نقول مثلا واحد ثلاثة على سبيل المثال وطلع معنا عوامل الحد الرئيسي مثلا عندي الواحد تمام والاثنين أو الواحد والخمسة مثلا أستاذ كيف نطلع الأصفار النسبية أنا بقول لك كيف بدنا نقسم عوامل المطلق على عوامل الرئيسي تيجي هون بتبلش في الواحد هذا العدد واحد قسم لي على عوامل الرئيسي على الدور واحد تقسيم واحد واحد يلا اللي بعده الواحد نفسه تقسيم خمسة خمس قلصنا الواحد بتروع اللي بعده الثلاث قسم ثلاثة على واحد ثلاثة ثلاثة على خمسة ثلاثة على خمسة هدول هم الأصفار النسبية آها فهمت أكثر يا أستاذ يعني كل العدد هون يقسم على كل الإعداد اللي تحت بنخلص منه من الرعا اللي بعده وهكذا مية بالمية تمام تمام أستاذي طيب افهمنا الأصفار النسبية وبعديها يا أستاذ بعديها بالتجريب نبحث عن جذر للمعادلة هل هذه المعادلة بدنا جذر إلها صفر الاقترام يعني بدنا عدد نعوضوا مكان نكسب هاي المعادلة يطلع الجواب صفر سيد كيف نجرب بنجرب من الأصفار النسبية اسمها الأصفار هاي الأصفار المحتملة تعال بتجرب الواحد بتعوضوا بالمعادلة إذا ناتج تعويض الواحد بالمعادلة أعطاك صفر معناته العدد واحد هو الجذر طيب أستاذي وإذا ما طلع ناتج التعويض للواحد سفر بنجرب السالب واحد سيد وإذا ما ضبطش بنجرب الاثنين سيد ما ضبطش السالب الاثنين وهكذا آها هلا طب شو فائدة الأصفار النسبية تخيل تخيلوا نقول للطلاب هذه المعادلة نبحث عن جذر لها بقول للطالب كيف بقول له بدك تجرب طب يا أستاذي شو أجرب أجرب كل الأعداد اللي بالدنيا لا تعد ولا تحصى أحسنت عشان هيك إحنا بنطلع إشي اسمه الأصفار النسبية هذه الأصفار هي للحصر حصر ماهم يلا بالله يعوضوا لي مكان إكس بواحد عندما إكس واحد واحد تكعيب واحد سبعة بواحد سبعة زائد ستة ضبط الواحد والله يضبط واحد ناقص سبعة ناقص ستة موجب ستة والله يطلع صفر السؤال العدد واحد ضبط معنا وطلع صفر هل أجرب غيره لا نبحث عن جذر واحد هلأ باقي الجذور بنجيبها عن طريق القسمة الطويلة إن شاء الله إذا نقول أن إكس تساوي واحد شمالها تمثل جذر لمين للمعادلة حلو كيف حصلنا عليه والله أستاذي حصلنا عليه بالتجريب عن طريق الأصفار النسبية حلو بعدها أستاذ بعدها ابتنقل الواحد لهون يلا شو بصير إكس ناقص واحد هذه الإكس ناقص واحد تسمى أحد العوامل أحد عوامل هذه المعادلة هي إكس ناقص واحد هاي أحد العوامل افرض إنه إكس ساوت سالب اثنين انقل السالب اثنين لهون إكس زائد اثنين هاي تسمى أحد العوامل حلو طب كيف نطلع الآن باقي العوامل باقي العوامل بنحصل عليها عن طريق القسمة والقسمة تعلمتوا بالأول ثانوي طريقتين إما طريقة القسمة الطويلة أو طريقة الجدول ولكم الخيار إما قسمة طويلة أو جدول استعذي إنت أي طريقة بدك تستخدم إن شاء الله ناوي أستخدم طريقة القسمة الطويلة شو طريقة القسمة الطويلة هذه المعادلة إكس تكعيب ناقص سبعة إكس زائد ستة بدنا نقسمها على أحد العوامل إكس ناقص واحد ولازم الباقي يطلع صفر طب ليش الباقي لازم يطلع صفر لأن الإكس ناقص واحد هي أحد العوامل كلمة أحد العوامل معناته الباقي لازم يطلع صفر طيب كيف نعمل قسمة طويلة طيب نقلب الصفحة طلعوا لي هون نشرحها بالتفصيل اكس تكعيب ديش اقول لك ما اخذها بالاول ثانوي في طلاب ما كان يدرس ما كان يتابع زائد ستة تمام على على ايش على اكس ناقص واحد طيب اول شغلة قبل ما نعمل قسمة طويلة يجب التأكد من الترتيب كل من المقسوم والمقسوم عليه لازم يكونوا مرتبين حسب الدرجة من اعلى قوة حتى اصغر قوة استاذي واذا مش مرتبين بدك ترتبهم مع مثلا تخيل عندي معادلة زي هيك اكس قوة اربعة ناقص اكس زائد اكس تكعيب ناقص اثنين هاي اعادة ترتيبها اكس قوة اربعة زائد اكس تكعيب ناقص الاكس ناقص الاثنين من اعلى درجة حتى اقل درجة ما بصير الاكس تكون قبل اكس تكعيب فبنعمل اعادة ترتيب تمام تمام استاذي بس لاحظوا مرتبات اكس تكعيب اكس الحد المطلق وهنا اكس ناقص واحد حلو القسمة الطويلة ما بتخوف عبارة عن ثلث خطوات عن جد او الله ثلث خطوات ركز معاي فيهم بنقسم الحد الاول على الحد الاول الحد الاول من المقصوم على الحد الاول من المقصوم عليه يلا قسم اكس تكعيب تقسيم اكس فيها اكس تربيع تمام انتهت الخطوة الاولى اذا احنا مين منقسم بس الحد الاول على الحد الاول خطوة اتنين هذا اسمه الناتج اللي كتبناه فوق الناتج يضرب بالمقصوم عليه اللي هو احد العوامل هذا اسمه المقصوم عليه او احد العوامل استاذ كيف نضربه توزيع اكس تربيع ضرب اكس اكس تكعيب واكس تربيع في ناقص واحد ناقص اكس تربيع اها يعني استاذ اكس تربيع نضربها فيه كامل اه كامل بدك توزع تمام خطوة رقم ثلاث والاخيرة بنعكس الاشارات بنعكس الاشارات كيف هذا موجب يصبح سالب حط عليه دائرة هذا السالب يصبح موجب حط عليه دويرة الان الاشارة القديمة ملغية نتعامل مع الاشارة الجديدة اللي عليها الدائرة وبني اجمع اجمعهم لبعض يلا بتروح اكس تكعيب مع ناقص اكس تكعيب هلا لما ننزلهم بننزلهم بالترتيب يعني اكس تربيع هاي بنزلها هاي اكس تربيع بعدين ناقص سبعة اكس بنزلها واخر ايشي بنزل الحد المطلق لانه ما بصير نجمع الاكس للاكس تربيع الجمع والطرح للحدود المتشابهة واوعى تنزل لي ناقص سبعة اكس بعدها اكس تربيع لا بدهم ينزلوا بالترتيب من اعلى درجة حتى اقل درجة انتهت الخطوات الثلاثة عدوا ليياهم قسمة الحد الاول على الاول ثانيا الناتج لفوق يضرب باحد العوامل اللي هو المقسوم عليه بنوزعه ثلاثة بنعكس لشرات الموجب بصير سالب السالب بصير موجب ومنجمعهم لبعض وبننزلهم بالترتيب من الاعلى فالاقل استاذ انتهت القسمة لا ما انتهت ونكرر نفس الخطوات الثلاثة استاذ الى متى حتى يطلع معك الباقي صفر عيد عملية القسمة يلا اكس تربيع تقسيم اكس موجب اكس اكس تربيع على اكس فيها اكس يلا اضرب اكس ب اكس اكس تربيع اضرب اكس ابناقص واحد ناقص اكس الناتج ضربنا باحد العوامل ابنعكس لشرات يلا هذا موجب الحد الاول موجب يصبح سالب هذا السالب يصبح موجب عينك على الاشارة الجديدة يلا اللي عليها الدائرة بالجمع الان هدول بيروحه اجمع ناقص سبعة اكس زائد اكس وليس ناقص اكس الاشارة القديمة راحت اجمع ناقص سبعة اكس زائد اكس فيها استاذي ناقص ستة اكس تمام زائد ستة بنزلها ونكرر الخطوات الثلاثة عيد القسمة ناقص ستة اكس تقسيم اكس بنقسم دايما الاول على الاول ناقص ستة اكس تقسيم اكس ناقص ستة نروح اكس مع اكس اضرب ناقص ستة ضرب اكس ناقص ستة اكس وناقص ستة بنقص واحد موجب ستة بنعكس لشارات وبنجمع هنا سالب تصبح موجب وهنا موجب تصبح سالب بالجمع بيروحه بالجمع ستة وناقص ستة صفر بيروحوا مع بعض إذن صف الباقي صفر أستاذي وإذا ما طلع معي الباقي صفر معناته في عندك غلط بعمليات القسمة الطويلة ليش؟ لأنه احنا قلنا أحد العوامل هذا المقدار الآن بيمثل الناتج آه بيمثل الناتج وهو العامل الآخر حلو تمام هلا هذا الناتج اللي يطلع معاك بترد بتحلله عبارة تربيعية ثلاثية الحدود بنفتح قوسين وبنحلل طيب بننزل الإشارة موجب موجب بسالب سالب عددين حاصل ضربهم ستة والفرق بينهما واحد الثلاثة والاثنين هون ثلاث وهون اثنين ها أحد العوامل وها أحد العوامل واللي حصلنا عليه بالتجريب اكس ناقص واحد أحد العوامل ده سألك سؤال آه يا أستاذ أعطيني جميع عوامله العوامل هي اكس زاء الثلاث وإكس ناقص اثنين والإكس ناقص الواحد هذا اللي حصلنا عليه بالتجريب هذا عامل وهذا عامل وهذا عامل وهذا عامل سألك شو بنعمل الآن؟ أنا بقول لك شو بتعمل بتروح على المعادلة اللي أعطاك إياها إكس تكعيب ناقص سبعة إكس زائد ستة هذه تحليلها هو حاصل ضرب العوامل أكم عامل طلع لها؟ ثلاث عوامل يلا نقلني إياهم إكس ناقص واحد هاي عوامله ثم إكس زاء الثلاث ثم إكس ناقص اثنين وهيك انتهى التحليل يا السلام حللنا إلى عوامل الأولية هذول الثلاث هي العوامل الأولية يعني لو هذول الثلاثة ضربناهم ببعض فكينا الأقواس وجمعنا حيطلع الناتج إكس تكعيب ناقص سبعة إكس زائد ستة إذن شو تحليله؟ تحليله يا جماعة عبارة عن حاصل ضرب عوامله كل العوامل اللي طلعت معك لمها اضربهم ببعض بتكون حصلت على تحليله أستاذ إيه؟ نعم أستاذ افرض الناتج ما بتحلل خلاص بلاش لا حول ولا افرض أنه هذا مميز وسالب هذيك الساعة بتقوله تحليله عبارة عن العامل الأول إكس ناقص واحد تمام؟ اللي حصلنا عليه بالتجريب والعامل الثاني اللي هو إكس تربيع زائد إكس ناقص ستة مثلاً إذا بتحللش بخليه على هاي الصورة آهان بصير إلو أكم عامل عاملين بدل ثلاث عوامل وصلت يا أستاذي هل في حالة طلب منك جد حل المعادلة حل المعادلة بدنا قيم إكس تعال ساوي هاي بالصفر حتطلع إكس قيمتها كم؟ واحد ساوي هاي بالصفر تطلع إكس واحد ساوي هاي بالصفر حتطلع السالب ثلاث أستاذ ليش عكس الإشارة؟ لأنه لما بساويها بالصفر بنقلها تعكس الإشارة الأخيرة حتطلع إكس اثنين إذن هذه المعادلة لها ثلث جذور جذورها يعني أصفار الاقتران الواحد والسالب ثلاث والاثنين تمام تمام إحنا حصلنا على الواحد بالتجريب باقي الأصفار لا تظل لك تجرب هاي باقي الأصفار حصلنا عليهم السالب ثلاثة والاثنين فإحنا بالتجريب لما نطلع أصفار نسبية نبحث عن راس الخيط راس الخيط أنا بدي منك جذر عن طريق الجذر بجيب أحد العوامل عن طريق القسمة الطويلة نحصل على باقي العوامل أما ما بدنا نظلنا نجرب بالأصفار النسبية إحنا بالأصفار النسبية نبحث عن راس الخيط أحد الجذور باقي الجذور والعوامل عن طريق القسمة الطويلة متى نتبع هاي الطريقة يا أستاذ درجة ثالثة فأكثر مع وجود حد مطلق بتجيب لي عوامل الحد المطلق عوامل الحد الرئيسي قسمهم على بعض وجيب الأصفار النسبية ابحث عن جذر للمعادلة عن طريق تجريب الأصفار النسبية إذا حصلت على جذر حصلت على أحد العوامل قسمة طويلة بجيب باقي العوامل أكثر من هيك عبث ستاة طيب اسمع نعم عطينا سؤال ثاني أوه سؤال ثاني ماشي 2x تكعيب درجة ثالثة زائد 2x بساوي ناقص 3x تربيع ناقص 1 مين عرف شو لازم نعمل أول خطوة صفر معادلتك ساويها بالصفر ما بصير تشتغل بدون ما تساويها بالصفر ستاة كيف نصفرها مع ترتيبها x تربيع هاي نقولها تيجي هون تيجي بعد الـ x تكعيب يلا بتصير 2x تكعيب زائد 3x تربيع 2x بنزلها ونناقص 1 بيجي آخر حد بصير زائد 1 يساوي صفر طلع كيف مرتبة معادلتي x تكعيب ثم x تربيع ثم x ثم الحد الثابت درجة ثالثة مع وجود حد مطلق معناته أصفار نسبية وقسمة طويلة تفضل؟ أعطيني عوامل الحد المطلق مين هو الحد المطلق؟ الحد المطلق واحد وما عوامل الواحد؟ واحد شي غيره طب عوامل الحد الرئيسي من هو الحد الرئيسي؟ 2x تكعيب وما عوامل العدد 2؟ الواحد والاثنين يقبل القسمة على واحد يقبل القسمة على اثنين أعطيني الأصفار النسبية قسم مين عمين؟ عوامل المطلق على عوامل الرئيسي تفضل واحد عواحد واحد ثم واحد عثنين واحد عثنين يعني نص والأصفار النسبية تأخذ بالموجب وبالسالب بس انتهت الأصفار النسبية هلأ بالتجريب نبحث عن جذر للمعادلة كيف نجرب؟ تعالوا نبدأ بتجريب الواحد ما ضبطش سالب واحد ما ضبطش نص ما ضبطش سالب نص طب خلينا نشوف الواحد عوضوا لي اكس بواحد والله يمبين الطالب الشاطر واللماع بقول لك مستهيل عوض واحد يطلع صفر بقولوا ليش؟ قال جميع الإشارات بين الحدود جمع اثنين زائد ثلاث زائد اثنين زائد ما بطلع صفر يمبين حلو طب شوف لي السالب واحد اكس تساوي سالب واحد جربوا لي السالب واحد سالب واحد تكعيب سالب واحد لأس فردي سالب واحد باثنين سالب اثنين اللي بعده اكس سالب واحد علي تربيع واحد السالب لما يكون لأس زوجي بعطي موجب إذا مرفوع لأس فردي بعطي سالب حكيناها في إحدى الحصص إذن سالب واحد تربيع واحد بثلاث ثلاثة اللي بعده اثنين بسالب واحد سالب اثنين زائد واحد هل يا ترى بطلع صفر ناقص اثنين زائد ثلاث واحد واحد ناقص اثنين سالب واحد زائد واحد نعم نعم طلع الجواب صفر إذن الاكس تساوي سالب واحد هي عبارة عن جذر للمعادلة أعطيني أحد العوامل أنقل يصبح اكس زائد واحد إيش هاي؟ هاي أحد العوامل ستوب منين أجيب باقي العوامل أو باقي الجذور؟ بالقسمة الطويلة يلا هاي هالمعادلة بعد ما رتبناها تعالوا نعمل قسمة طويلة هون هون يلا ثنين اكس تكعيب زائد ثلاثة اكس تربيع زائد ثنين اكس زائد واحد تقسيم اكس زائد واحد الأول على الأول ثنين اكس تكعيب تقسيم اكس اثنين اكس تربيع ثنين اكس تربيع ضرب اكس ثنين اكس تكعيب 2x تربيع ضرب 1 2x تربيع بنعكس لشرات وبنجمع موجب يصبح سالب موجب يصبح سالب بالجمع بروحه 3x تربيع نقص 2x تربيع 1x تربيع نزل على الترتيب زائد 2x زائد 1 نكرر x تربيع تقسيم x موجب x اضرب x بx x تربيع وx ب1 موجب x غير لشرات موجب يصبح سالب موجب يصبح سالب اجمع 2x وناقص x 1x زائد 1 نكرر x تقسيم x موجب 1 1x x 1 ب1 1 غير لشرات موجب يصبح سالب موجب يصبح سالب بالجمع صفر راحوا مع بعض الباقي صفر لازم الباقي يطلع صفر هذا الناتج ايش بيمثل احد العوامل احد العوامل حلو معناته صار عندي x زائد 1 احد العوامل او عندي 2x تربيع زائد x زائد 1 احد العوامل شو بنعمل الان بنروح انا وياك على الناتج وبننا نجرب بتحلل ولا لا تعال نفحصه مين الناتج 2x تربيع زائد x زائد 1 هل يا ترى بتحلل ولا لا معامل x تربيع 2 ارجعنا للحصة السابقة اضروب لي بالحد المطلق x تربيع زائد x زائد 2 افتح قوسين راح تفشل ليش x تربيع x بنزل اشارة موجب موجب تعال الشرطين اللي علمتك اياهم الحصة السابقة ما بتحققوا بدي عددين حاصل ضربهم 2 والمجموع 1 ما فيه اللي حاصل ضربهم 2 ل2 وال1 ل2 وال1 مجموحهم 3 اذا انا ما عندي عددين حاصل ضربهم 2 ومجموحهم 1 فشلت الاقواس اتعلمنا الحصة الماضية اذا فشلت طريقة الاقواس ما العمل لا يعني انها لا تحلل قلتلك شو بتعمل بتطلع المميز ارجعنا للحصة الماضية المميز بي تربيع ناقص 4 اي سي متى لا يوجد لها حلول او جذور اذا كان المميز سالب اذا القرار للمميز اعطوني البي البي معامل اكس واحد طيب ناقص اربعة ضرب الاي معامل اكس تربيع اثنين السي الحد الثابت واحد تمام معتمدا على الحصة السابقة واحد تربيع واحد اربعة باثنين ثمانية بواحد ثمانية واحد ناقص ثمانية سالب سبعة اها شو طلع المميز سالب اذا ليس لها حل حلو معناته الخلاصة هذه المعادلة شو تحليلها اثنين اكس تكعيد زائد ثلاثة اكس تربيع زائد اثنين اكس زائد واحد شا هي المعادلة نعم شو تحليلها يا جماعة تحليلها انك تضرب العوامل ببعض مين العوامل اكس زائد واحد شا هي احد العوامل والناتج اللي يطلع معاك هو العامل الاخر اللي هو اثنين اكس تربية زائد الاكس زائد الواحد ستوب المثال السابق كانت هاي العبارة التربيعية اللي ها تحليل في هذا المثال مميز وها السالب ما تحللت بس هذول هن العوامل الاولية تمام استاذي تمام لو طلبنا جذور هذه المعادلة مفيش غير جذر واحد مين هو السالب واحد هون لا يوجد جذور مميزها سالب تمام اخذوا لكم هالمعلومة كويسة عدد الجذور اقل او يساوي الدرجة شي يعني الدرجة اللي هي اعلى قوة هذا من اي درجة ثلاثة معناته اكم جذر بيطلع له اقل او يساوي ثلاثة يعني ممكن يطلع له ثلاث جذور ممكن يطلع له جذرين ممكن جذر وممكن ليس له جذور فعدد الجذور اقل او يساوي درجة الاقتران المثال السابق كان درجة ثالثة طلع له ثلاث جذور طب هذا درجة ثالثة طلع له جذر واحد اذا واضح انه عدد الجذور اقل او يساوي الدرجة بالله التربيعي لاخدنا الحصة الماضية اذا مميز موجب جذر اذا مميز صفر جذر واحد اذا المميز السالب لا يوجد جذور طب التربيعي مش يعتبر درجة ثانية نعم اكم جذر بطلع له اقل او يساوي اثنين ممكن جذرين ممكن جذر ممكن ليس له جذور فعدد جذور اي اقتران اقل او يساوي درجته تمام تمام وهيك يا محترمين يا حلوين ايش يا استاذنا بنكون انتهينا من اشي اسمه التحليل الى العوامل ما خليت فيه لا كبيرة ولا صغيرة بدنا الان ننتقل الى موضوع جديد اشي اسمه اقتران كثير الحدود احنا بنهاج التوجيه رح نذكر هاي العبارة بنقول للطالب هذا الاختران كثير حدود هذا الاختران مش كثير حدود بدنا بس من طالبنا ماذا نقصد باختران كثير الحدود ما هو اختران كثير الحدود ما هو شكل اختران كثير الحدود ابقوا معنا طيب شوه الاختران كثير الحدود هل احنا اشوفوا علي بالتوجيه ما رح يجينا السؤال بالوزارة اي من التالية كثيرات حدود على فكرة لأنه مش موضوعنا بس إحنا بهمنا الطالب يميز متى الاقتران بيكون كثير حدود هل هو كثير الحدود على فكرة أخدته بالصف العاشر ولو الثانوي إلو صورة هاي صورته أفل إكس بيساوي تمام إي أن إكس قوة أن زائد إي أن ناقص واحد إكس قوة أن ناقص واحد وهكذا بس بصراحة أنا مش حاب أكتب الصورة حيث الآن عدد موجب إلى آخره لأنه الطالب أصلا بكره الرموز وما بيحبها أنا ما راح أعطيك إياه بهاي الطريقة ما بدي صورته ولا بدي إياك تحفظها شوفوا علي اقتران كثير الحدود بيكون الأساس تاعه إكس شو الأساس إكس والأس هون 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 هذا الأس إيش بيكون عدد صحيح غير سالب طبعا لما نحكي غير سالب يعني عدد صحيح يا موجب يا صفر ينقسم العدد إلى ثلث أقسام إما أن يكون موجبا أو أن يكون سالبا أو أنه صفرا الصفر الصفر يفصل بين الموجب والسالب أي عدد يا بيكون موجب يا سالب يا إما صفر لما بحكي لك الأس عدد صحيح غير سالب غير سالب يعني إما موجب وإما صفر فكثير الحدود الأساس تاعه بيكون إكس والأس شو بيكون عدد صحيح مش بس عدد صحيح غير سالب ما يكون سالب حلو ثانيا كثير الحدود بيكون على صورة بسط على صورتيش بسط يعني الاخترانات اللي على صورة بسط ومقام زي هيك مثلا هذا ليس كثير حدود كثير الحدود بيكون جاي على صورة بسط تمام بتكون الأساس تاعه إكس والأس تاعه عدد صحيح غير سالب أنا رح أوضح لك إياه أكثر من خلال الأمثلة خليك ماشي معي وطبعا هون لما بحكي لكم أساسه إكس معنى ذلك في عنا أنواع كثير من الاخترانات اقترانات مثلثية ساين كو ساين رح يمر علينا حصة مراجعة إلها تان كو تان سيكن كو سيكن هاي اسمنا اقترانات مثلثية هذه مش كثيرات حدود لأنه أساسه ساين كو ساين إحنا كثير الحدود أساسه إكس فالاخترانات المثلثية ليست كثيرات حدود في نوع من الاخترانات من سميهه اقترانات لوغاريتمية لين لغ هذه مش كثيرات حدود كثير الحدود أساسه إكس هذيك لين لغ طيب في عنا اقترانات أسية قد توها بالأول ثانوي اقتران أسي إي قوة إكس اقتران أسي طبيعي أساسه إي أو أي عدد ثانوي ثنين قوة إكس هاي اقترانات أسية هذي مش كثيرات حدود كثير الحدود أساسه إكس هنا الأس إكس ففينا أنواع كثيرة من الاخترانات اقترانات مثلثية مش كثيرات حدود اقترانات لوغاريتمية لين الإكس لغ الإكس هذي ليست كثيرات حدود اقترانات أسية ليست كثيرات حدود مكتوب على صورة بسط ومقام اقتران على صورة بسط مش كثير حدود كثير الحدود جاي على صورة بسط وكثير الحدود معرف بقاعدة واحدة يعني ليس اقتران متشاعب فيه أن نوع من الاخترانات اقترانات متشاعبة المتشاعب هو الاختران اللي إله أكثر من قاعدة هذا لا يعد كثير حدود كثير الحدود قاعدة واحدة فقط الاقتران اللي عليها رمز المطلق ليس كثير حدود لأنه منعمله إعادة تعريف بتشعب بتجزأ لأكثر من قاعدة إذن من هو اقتران كثير الحدود؟ أساسه X والأس عدد صحيح غير سالب مكتوب على صورة بسط يعني مش بسط ومقام وليس متشعب قاعدة واحدة فقط اقترانات مثلثية أسية لغريتمية علي رمز مطلق متشعب هذا لا يعد اقتران كثير حدود حلو تعالوا معي يلا بسم الله فضل أفل X X تكعيب ناقص 4X زائد 5 كثير حدود نعم إنه اقتران كثير حدود يعني ليش ليش بحقق الكلام اللي سمعته مني طلع الأساس X X الأس عدد صحيح غير سالب هون في واحد لا يكتب عدد صحيح غير سالب الأسس أعداد صحيحة لازم الأسس يكون عدد صحيح ومش بس عدد صحيح غير سالب تمام وهذا يسمى كثير حدود من أي درجة ثالثة طبعا أعلى قوة تمثل الدرجة كثير حدود من الدرجة الثالثة وهذا يسموه برياضيات الحد الرئيسي الرئيسي اللي هو أعلى درجة تمام روح لي بعده أفل X 7 X ناقص نص X تربية زائد جذر الثلاث هل هذا كثير حدود أكيد نعم انظر للأسس اثنين عدد صحيح غير سالب واحد عدد صحيح غير سالب طلع الأساس X أما طالب شبه يقول لي أستاذ سالب نص شوه السالب نص هذا يسموه معامل الشرط مش على المعاملات على الأسس مين اللي بدنا إياه عدد صحيح غير سالب الأسس وليس المعامل عادي جدا معامله يكون كسر أو سالب أنا ما إلي بالمعاملات أنا إلي بالأسس تمام وهذا يسمى كثير حدود من أي درجة ثانية اللي هو بنسميه الاختران التربيعي درجة ثالثة بنسميه اختران تكعيبي طيب أفل X 7 على 5 ناقص 2X اطلع على X الأس عدد صحيح غير سالب هذا كثير حدود من أي درجة أولى درجة أولى بنسميه اختران خطي هذا الاختران الخطي الاختران الخطي بالرياضيات بنسميه درجة أولى الـ X مرفوع على القوة 1 أفل X 2 على 3X ناقص 7 كمان كثير حدود خطي درجة أولى بس الواحد لا يكتب الاختران الثابت اللي فيش معاه Xات عبارة عن رقم يعتبر أيضاً كثير حدود ليش؟ أصلاً مضروب بـ X قوة 0 ولكنها لا تكتب لأن الـ X قوة 0 تعطي 1 حسب قوانين الأسس لذلك يسمى الاختران الثابت كثير حدود من الدرجة الصفرية من أي درجة؟ صفرية لأنه مضروب بـ X قوة 0 لأنه X قوة 0 1 فلا تكتب يا السلام فهذا الجروب اللي فرجيتكو إياه كلها اقترانات كثيرات حدود درجة ثالثة درجة ثانية خطي درجة أولى والاختران اللي بيساوي رقم أو عدد يعني فيش معاه Xات يعتبر دايماً كثير حدود من الدرجة الصفرية يا السلام طيب اللي فرجيتك إياهن كلهم كثيرات حدود طيب أستاذ فرجيني مش كثير حدود تعال طلع الأس سالب ما دام فيه أس سالب هذا الاختران ليس كثير حدود اختصار بس لكثير حدود مش كيف حالك كثير حدود هاي طعلا روح عليه بعده إيه الأس عبارة عن كسر ما بصير الأس تبع X يكون كسر ليس كثير حدود اتفقنا كثير الحدود ما للأس تاعه عدد صحيح مش بس هيك غير سالب هذا مش عدد صحيح هذا كسر هذا عدد صحيح ولكنه سالب إذا نحفظ العبارة كاملة عدد صحيح غير سالب تمام اللي عليه جذر لا يعتبر كثير حدود ليش؟ لأنه الجذر يحول لأس كسري الجذر بالرياضيات هو عبارة عن أس كسري أخذناه الداخل على الخارج هون في واحد هون في اثنين معناته X قوة نص الأس عبارة عن كسر ليس كثير حدود هذا مكتوب على صورة بسط ومقام ليس كثير حدود تمام هذا متشاعب متشاعب ليس كثير حدود كثير الحدود قاعدة واحدة فقط فهذا كلياتهم مش كثيرات حدود الأس سالب الأس كسر عليه جذر معناته الأس كسر مكتوب على صورة بسط ومقام مش كثير حدود هنا يوجد أكثر من قاعدة ليس كثير حدود يا سلام طيب في عنا إشي بنسميه الاقتران عفوا هنا ملحوظة الاقترانات الأسية واللوجريتمية مثلثية ليست كثيرات حدود طبعا حكيتها قبل شوي تمام في عنا هنا بدياكوا تحفظوا الصورة العامة لبعض كثيرات الحدود لأنه هذول برياضيات بنستخدمهم كثير إيه لهم صورة الاقتران الثابت صورة الاقتران الخطي صورة الاقتران التربيعي وصورة الاقتران التكعيبي يا ريت نحفظهم ما صورة الثابت الثابت هو الاقتران اللي بيساوي عدد بدنا نسميه C F الـ X يساوي C حيث C يمثل ثابت طبعا هذا كثير حدود درجة صفرية الخطي ما صورة الخطي بالرياضيات A X زائد B A معامل الـ X و الـ B الحد الثابت هذه صورة الاقتران الخطي اللي هو درجة أولى تربيعي صورته A X تربيع أخذناها بالتحليل زائد B X A X تربيع A X تربيع زائد B X زائد C صورة الاقتران التربيعي الـ A معامل X تربيع الـ B معامل X و C الحد الثابت يا جماعة احفظوهن بلزموني بالمنهاج تكعيبي درجة ثالثة صورته بلش من عند X تكعيب و انزل زي اللي نازل على درج X تكعيب X تربيع X الحد الثابت ايوه لاحظوا عملية نزول لاحظوا لما يكون تربيعي درجة ثانية تخيل حالك ووقف على درج وقاعدة بتنزل مش تطلع انزل درجة ثانية درجة أولى بعدين ثابت حتى توصل للأرض طب عندي درجة ثالثة ادعس على الدرجة الثالثة X تكعيب انزل على الدرجة الثانية B X تربيع انزل على الدرجة الأولى C X زائد D يا عينة عليك استاذ نحفظهم اه احفظهم استاذ اعطيني طريقة لحفظهم اعطيك طريقة اسمع طريقة الدرجة اللي حكيت عنها درجة ثالثة تكعيبي بتبلش من الدرجة الثالثة وبتنزل ها درجة ثالثة درجة ثانية انزل درجة أولى بعدين بتوصل للأرض الان المعامل اعطيه اعطيه ثوابت معامل X تكعيب فرضناه ايه هون B هون C وبالاخير عندك دي زائد دي يا السلام بالله يبدي كثير حدود درجة رابعة بدوس على الدرجة الرابعة وبنزل على الدرج درجة رابعة درجة ثالثة بعدين درجة ثانية بعدين درجة أولى بعدين بندوس على الأرض المعاملات مش شرط معامله يكون واحد فاحنا بنخط ثوابت واحنا عادة من الثوابت بالرياضيات شو بنسميها A B C D E يلا أعطي A B C D وهي E إه طلع معانا كثير حدود من أي درجة رابعة فتذكر إنك نازل على درجة تدعس على الدرجة وبتظل لك نازل حتى توصل للأرض المعاملات عبارة عن ثوابت A B C وهكذا ضروري هذول مهمات عنا تمام الآن في عنا بيقول لك ملحوظة إذا كان كل من البسط والمقام كثيرات حدود شي يعني إذا كان البسط كثير حدود والمقام كثير حدود هذا النوع من الاقترانات يسمى اقتران نسبي عرف الاقتران النسبي الاقتران النسبي كثير حدود مقسوم ع كثير حدود إذا كان البسط كثير حدود والمقام كثير حدود هذا النوع يسمى اقتران نسبي مثليش؟ تعال 2x زائد 1 هذا كثير حدود خطي درجة أولى على x زائد 5 الـ x زائد 5 كثير حدود درجة أولى كثير حدود على كثير حدود يسمى ف الـ x اقتران نسبي يا السلام إذا نعرف الاقتران النسبي كثير حدود مقسوم على كثير حدود إذا البسط والمقام كل منهما كثيرات حدود يسمى الاقتران نسبي تعال ف الـ x ثلاثة على x تربيع ناقص 4 البسط لوحده كثير حدود ثابت المقام لوحده كثير حدود تربيعي درجة ثانية هل هذا الاختران ف الـ x نسبي؟ نعم نسبي لأنه ناتج عن قسمة كثير حدود على كثير حدود شوف لي هذا الاختران جذر الـ x ناقص 4 على x زائد 2 هل البسط كثير حدود؟ لا لأنه فيه جذر الـ x قلتلك x قوة نص إذن f الـ x ليس اقتران نسبي هذا يسمى اقتران كسري وسمي كسري لأنه مكتوب على صورة كسر بسط مقام إذن هذا النوع اقتران كسري وليس نسبي طالب يقول طب بصير النسبي نسبي نقول عليه كسري أه بصير ما عندي مشكلة كل نسبي هو كسري وليس كل اقتران كسري هو نسبي تمام تمام إذن أخذنا جولة حلوة اتعرفنا على متى الاختران بيكون كثير حدود أساسه x والأس عدد صحيح غير سالب معرف بقاعدة واحدة كثيرات الحدود ما بتكون اخترانات مثلثية ولا أسية ولا لوجريتمية ولا متشاعب تمام تمام أوكي أستاذي وتعرفنا على الدرجة تعرفنا على الثابت خطي تربيعي تكعيبي وطلب مني الأستاذ نحفظ الصورة تذكر أنك واقف على درجة وبدك تنزل بدنا كثير حدود درجة خامسة يلا خامسة رابعة ثالثة ثانية حتى توصل للأرض المعاملات ثوابت A B C D E F وهكذا تمام استاذي تمام بدنا ندخل الآن على إشي اسمه اقتران القيمة المطلقة خليكم معنا يلا يا حلوين يلا وين لا أذكر رحلة اقتران القيمة المطلقة تمام شوف العنوان بيقول اقتران يعني أنا أبدأ علمك الآن طبعا مادة أول ثانوية جماعة دعلمك أو أذكرك كيف تعيد تعريف اقتران القيمة المطلقة بس قبلها قبل ما نعرفه كاقتران كرقم شو يعني انت شو مفهومك للمطلق أول شي المطلق يرمز له بهذا الرمز هاي إشارة القيمة المطلقة هيك تمام الآن مطلق الأربعة يساوي أربعة تمام مطلق السالب ثلاث بساوي ثلاث إذن أنا مفهومي للقيمة المطلقة أن يكون الناتج دائما موجب المطلق جواب بعض موجب هناك حالتان إن كان موجبا يبقى نفسه يبقى كما هو موجب بيظل موجب وإن كان سالبا هلأ معظم الطلاب يقول لي بصير موجب بعرف أنه بصير موجب طب شو الحركة الرياضية اللي صارت ضربنا بسالب سالب ثلاث أضربه بسالب موجب ثلاث إذن احفظ لي حالتين مشان أقيس عليه الاقتران إذن لداخل المطلق موجب يبقى كما هو إذن لداخل المطلق سالب يضرب فيه سالب طب لماذا يضرب بسالب مشان يصير موجب لأن السالب بسالب بصير موجب اللي فاهم الأرقام والله يفهم الاقترانات طيب بدأ علمك الآن إيش يسمه إعادة تعريف اقتران القيمة المطلقة اقتران أفل إكس بساوي القيمة المطلقة لجيل الإكس نبدأ في مثال تمهيدي ماشي أعد تعريف الاقتران أفل إكس القيمة المطلقة لإكس ناقص ثلاثة أعد تعريفه إعادة التعريف يعني بدنا الجواب يطلع دايما موجب بدنا نعيد تعريفه بدنا نعيد كتابة الاقتران دون استخدام رمز القيمة المطلقة رح يتشعب ويتجزأ لقاعدتين كيف خطوات إعادة التعريف خطوات سهلة وبسيطة أول خطوة بتطلع للجذر بتجيب جذره بتروح علي داخل المطلق الآن اترك رمز المطلق ما داخل المطلق بساوي بالصفر ومنها إكس تساوي ثلاثة هذا العدد ثلاث بمثل الجذر أو الصفر الاقتران انتهت الخطوة الأولى تمام؟ تمام خطوة اثنين هذا الجذر اللي طلع معاك اللي هو الصفر الاقتران بتعين لي على خط الأعداد العدد ثلاثة اللي هو الجذر ثم نختبر إشارة ما داخل القيمة المطلقة تبعي شو بحكي أنا ما حكيت نختبر إشارة القيمة المطلقة ما هو المطلق دايما موجب نختبر إشارة اللي جو المطلق مين اللي داخل المطلق إكس ناقص ثلاث يعني أنا بدي منك إشارة مش مطلق إكس ناقص ثلاث لا إشارة إكس ناقص ثلاث اللي داخل المطلق وكيف نطلع إشارته شوف الآن في طريقتين بالتجريب اختار عدد مثلا أربعة عيمين الثلاث أربعة بتعوضها هون مش بالمطلق أربعة ناقص ثلاثة واحد إذن هذه المنطقة إشارتها موجبة طيب اختار عدد عيصار الثلاث اثنين واحد صفر سالب واحد أي عدد أقل من ثلاث اثنين عوض اثنين ناقص ثلاث سالب واحد مش تعوض هون وتأخذ له مطلق وقالت لك إشارت اللي جوه اثنين ناقص ثلاث سالب واحد هذه المنطقة السالبة انتهت إشارته تمام تمام طيب الطريقة السريعة بدل ما نقعد نجرب ونعوض أرقام هناك قاعدة تنص على إذا كان نوع الاغتيران خطي أيو خطي اكس ناقص ثلاث اقتيران خطي الاغتيران الخطي دايما بيطلع له جذر واحد مستحيل يطلع له جذرين هذه المنطقة اسمها يمين الجذر جاي عيمينه وهي يصار الجذر المنطقة اللي على يمين الجذر اشارتها دايما نفس معامل اكس واللي على يصار الجذر عكس معامل اكس هذه الطريقة بتريحك من التجريب شو يعني بتروح على معامل اكس كم معامل اكس واحد يعني موجب معناته اليمين نفس رح يكون موجب الي يصار عكس ايش رح يكون سالب مرة اخرى بتحط الجذر على خط الاعداد وهو ثلاثة الاشارة اما بنجرب بنعوض ارقام تطلع الاشارة او الطريقة السريعة اذا نوعه خطي هذه القاعدة بس للخطي اليمين نفس واليصار عكس نفس عكس ايش معامل اكس معامل اكس موجب معامل اكس موجب اذا اليمين موجب واليصار سالب يعني استاذ لو كان معامل اكس سالب نعم لو كان معامل اكس سالب اليمين سالب واليصار موجب ما احد يفهم لي دايما اليمين موجب لا انا حكيت اليمين نفس لو كان معامل اكس سالب اليمين سالب واليصار موجب طلعت الاشارة هلأ لا تسألني سؤال اذا مش خطي خليك على الخطي حبا حبا يا قدعان طيب ثم بعد ذلك يا استاذ ننطبق الكلام اللي حكيناه بالارقام إن كان موجبا يبقى كما هو إذن القاعدة x-3 تبقى كما هي x-3 وإن كان سالبا تضرب القاعدة بسالب دك تحفظ إشارتين إن كان موجبا يبقى نفسه يعني القاعدة بتنزل كما هي إن كانت إشارته سالبة بتروع القاعدة بتضربها بسالب أضرب لي القاعدة بسالب إما بتقول لي ناقص X زائل ثلاث X صير ناقص X ناقص ثلاث موجب ثلاث ضربنا بسالب أو بتقول لي ثلاثة ناقص X هاي صح وهاي صح وجوز طالب يقول لك هاي شكلها أرقى أرتب ما عندي مشكلة هاي ثلاثة ناقص X تمام الآن صحصح معي يا أستاذي نكمل تفاصيل إعادة التعريف قلينا بس ننسح هوا مش هل نعرف نشرح تمام طيب هلأ هذه المنطقة اللي هون عيمين الثلاث قيم X اللي هون قيم X كل قيم X اللي هون أكبر من الثلاثة تمام قيم X اللي هون اثنين واحد سفر ما القيم X أقل من الثلاثة يا سلام الآن أستاذي المرحلة الأخيرة بن شعبه شو بن شعبه بن جزء F الـ X أصبح له قاعدتين ما هم القاعدتين؟ هاي القاعدة الأولى ثلاثة ناقص الـ X وهذه القاعدة متى تستخدم؟ هاي فترتها؟ عندما قيم X أقل من ثلاثة القاعدة الثانية هي X ناقص ثلاثة تستخدم عندما قيم X أكبر من الثلاثة والمساواة إما المساواة بتحطها عند إشارة أصغر أو عند إشارة أكبر ساذ على الحالتين صح؟ نعم السبب لأن العدد ثلاث هو عبارة عن جذر وينما تعوض ثلاث بطلع الجواب صفر ثلاثة ناقص ثلاثة صفر ثلاثة ناقص ثلاثة برضو صفر أنا بحب بحطها عند إشارة أكبر X أكبر بحط عندها مساواة إنت حطيتها عند أصغر بصير سأبدأ حطها عثنتين عثنتين كمان بصير روح اللي بدك إياه تمام؟ وهيك خلصنا إعادة تعريف يا السلام عليك إذن ما هي خطوات إعادة تعريف القيمة المطلقة؟ يلا عيد الخطوات بتجيب الجذر ساويه بالصفر وطلع جذره هذا الجذر بتحطه على خط الأعداد ونختبر الإشارة إما بالتجريب أو على الخطي إذا نوع خطي اليمين نفس واليصار عكس لمعامل X هناك نوعين من الإشارات إن كان موجبا تبقى القاعدة كما هي بنزل القاعدة وإن كان سالبا فالقاعدة تضرب بسالب نعكسها اللي على اليمين دائما قيم X أكبر اللي على اليصار دائما قيم X أصغر اليمين X أكبر واليصار X أصغر بروح بجزء لقاعدتين وهذول الفترات بكتبهم متى نستخدم القاعدة الأولى تستخدم عندما قيم X أقل من ثلاث هاي متى نستخدمها عندما X أكبر من ثلاث يعني سؤال لو واحد قال لك أعطيني صورة العدد سالب واحد وين يعوض بالقاعدة الأولى لأنه أقل من ثلاث ثلاثي ناقص السالب واحد الجواب أربعة لو قلت لك أعطيني F في الخمسة الخمسة أكبر من ثلاث تعوض بالقاعدة الثانية X ناقص ثلاث وخمسي ناقص ثلاثة اثنين ماذا تلاحظ؟ ملاحظ ما يليه سواء عوضت بالقاعدة الأولى أو بالثانية الجواب النهائي موجب آه مستحيل الجواب يطلع سالب هاي معنى عندنا تعريفه وعرفناه طلع دائما موجب طب شو السر إنه الجواب مليون بالمية بطلع موجب؟ السر هون موجب يبقى كما هو فما دامه موجب تركته هنا عالشته لما كانت إشارته سالبة وروحت ضربته بسالب طب هو سالب وإنت ضربته بسالب أكيد حيصير موجب فيا حرام على الحالتين ما كلها وين ما تعوض الجواب لازم يطلع موجب لأنه السالب عالجناه طلع سالب ضربناه بسالب أكيد رح يطلع الجواب موجب تمام تمام والله أنا حبيت المثال التمهيدي أشرح لكوا إياه بطريقة تطلعوا فاهمين مش حافظين عن غيب اعمل واحد اثنين ثلاثة بتسأل الطالب ليش؟ هيكة شو هيكة؟ هذا أعد تعريف عرفناه طلع دائما موجب حلو؟ حلو يا أستاذ طيب مثال رقم اثنين ما رح يوكل معاي وقت يلا جيب الجذر تاعه ما داخل المطلق حنساويه بالصفر يلا أنقل ثلاثة اكس مشان بدل سالب تصير موجب قسم عثلاثة 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 معناته الاكس بتساوي اثنين إيش ها الجذر طلعنا جذره على خط الأعداد بنعين الجذر ما نوع الاختيران؟ خطي هيو ستة ناقص ثلاثة اكس اختيران خطي روح على معامل اكس معامل اكس سالب اليمين نفس سالب اليسار عكس موجب اوه هون اليمين طلع سالب فاليمين نفس واليسار عكس يلا طبق القاعدة اللي علمتك يا حن هون سالب شون اعمل في القاعدة؟ طب ربي سالب اضربولي بلا القاعدة بسالب اعكسها اما بقوله ناقص ستة زائل ثلاثة اكس او ثلاثة اكس ناقص ستة طب هون موجب طبق القاعدة كما هي موجب بنزل القاعدة نفسها ستة ناقص ثلاثة اكس منطقة اليمين قيم اكس اكبر من اثنين منطقة اليسار اكس اقل من اثنين وقلنا المساواة عند اكبر طيب يلا روح جزئليا مشان هيك بسموه اقتران متشاعب بحمل اكثر من قاعدة يلا بلش من اليسار طبقنا بده بلش من اليمين مش مشكلة ترتيبهم ما مش خلاف طيب ستة ناقص ثلاثة اكس حلو عندما قيم اكس هاي تستخدم عندما قيم اكس اقل من اثنين القاعدة اللي على اليمين ثلاثة اكس ناقص ستة متى تستخدم عندما قيم اكس اكبر او تساوي اثنين اذا لكل قاعدة استخدام الاولى تستخدم اذا قيم اكس اصغر من اثنين الثانية تستخدم اذا اكس اكبر من الاثنين خلصنا اعادة التعريف يلا اللي بعده افل اكس اكس تربيع في مطلق الاكس وين رمز المطلق على الاكس اللي بده اعادة التعريف مطلق الاكس ساوي بالصفر جيب لي جذره اكس تساوي صفر جاهزة هذا الجذر على خط الاعداد بنحط الجذر صفر الاشارة خطي معامل اكس موجب اليمين موجب لانه نفس واليسار سالب لانه عكس موجب يبقى نفسه يلا موجب يبقى كما هو هنا سالب تضرب القاعدة تعيته بسالب اكس تضربها بسالب سالب اكس اللي هون اليمين قيم اكس اكبر من السفر اللي عليها صار قيم اكس اقل من سفر وهي المساواة عند اكبر هذا اعادة التعريف مطلق الاكس ولكن انتبهولي كويس افل اكس يساوي انظر مطلق الاكس في ايش مضروب باكس تربيع اه انت steals تعريف مطلق الاكس اتشعب وتجزأ لقاعدتين معناته كل قاعدة من هذول تضرب باكس تربيع اه ليش لان الا�كس تربيع مضروبة بالمطلق والمطلق نتج عنه قاعدتين ناقص X و X فهذول القاعدتين حضربهم ب X تربيع يلا نضرب X تربيع في ناقص X ناقص X تكعيب حيث X أقل من صفر إلي بعده X تربيع مضروبة بال X موجب X تكعيب حيث X أكبر أو تساوي صفر تمام لمين أعطينا أولوية لإعادة تعريف عدنا تعريف اللي عليها رمز مطلق ثم بعد ذلك قمنا بعملية الضرب والX تربيع في مين انضربت بالقاعدتين لو في جمع بجمع لو في طريح بطرح بس لمين الأولوية لإعادة تعريف ما بصير تضرب وفي رمز قيمة مطلقة تمام يا أستاذنا لاحظتوا أني أعطيتكم ثلث أسئلة كلياتها اقترانات خطية صح طب لو طلعنا اقتران مش خطي تربيعي عادي جدا أنا ما رح أغير الخطوات الخطوات ثابتة جيب لي الجدر بساويه بالصفر X تربيع ناقص 4 يساوي 0 طلع لي جذوره يا بحلله فرق بين مربعين أو الطريقة الأسرع بنقل الأربعة وبجذر الطرفين هنا باخذ حلين موجب سالي بثنين علمتك يا لأنه الأسزوجي إذا الأسزوجي وجذرت بتأخذ حلين أوه طلع له جذرين نعم جذرين على خط الأعداد بنعين الجذرين السالي بثنين والموجب اثنين آها خطي بطلع له جذر واحد تربيعي ممكن يطلع له جذرين ممكن جذر ممكن ليس له جذور طيب كويس الآن بالنسبة للإشارة إما نستخدم التجريب مثلا اختار عدد هون ثلاثة بتعوض وين في اللي داخل المطلق بدون رمز المطلق X3 تربيع 9 9-4-5 طلع موجب بين السالي بثنين والاثنين اختار صفر واحد الصفر عندما X0 بطلع السالي بثنين السالي بثنين هاي المنطقة سالبة اختار عدد عيصار السالب الثنين أقل منه سالب ثلاث X سالب ثلاث عليها تربيع 9 ناقص 4-5 هذه المنطقة موجبة هذا اللي استخدم لغة التجريب عليه ملحوظة نار بيقول لك إذا نوعه تربيعي بشرط له جذرين هون في جذر وهون في جذر هلأ طريقة الحفظ بدل ما نقعد نجرب احفظ هون نفس وهون عكس وهون نفس ولكن معامل X تربيع احنا دايما بنشتغل على أعلى درجة تربيعي بشتغل على X تربيع خطي بشتغل على X نفس معامل X تربيع وهون عكس وهون نفس اللي استخدم هاي الملحوظة تعال مال معامل X تربيع موجب نفس موجب عكس سالب نفس موجب بالله لو كان معامل X تربيع سالب يعني تخيلنا هيك أربع نقص X تربيع هون سالب لأنه نفس هون موجب وهون سالب نفس عكس نفس تمام تمام متى انطبقها هاي نفس عكس نفس انتبه للملحوظة تربيعي وله جذرين وليس جذر جذرين تربيعي وله جذرين نفس عكس نفس نرجع لها اللي شرحناه سابقا هون موجب يبقى نفسه X تربيع ناقص 4 طب هون موجب كمان يبقى نفسه X تربيع ناقص 4 طب الوسط سالب يضرب بسالب اضربوا لي بسالب يصبح 4 ناقص X تربيع ذهب هلا وين مرات الطلاب بعاني بعاني من كتابة الفترة بعرفش يكتب الفترات الله يسامحكم تعالوا لي هون ركز معاي كويس المنطقة اللي هون يمين الاثنين يمين الاثنين قيم X اكبر من اثنين طب وهاي المنطقة يصار السالب اثنين يصار X اصغر من السالب اثنين طب هذي المنطقة وين واقعة بين السالب اثنين والاثنين هنا X محصورة الحصر يكتب عن نحو التالي تطلعوا بتحط X بالنص تعمل هيك اكبر اصغر هون العدد الصغير وهون العدد الكبير يا كبير هون سالب اثنين وهون اثنين هذي بنستخدمها لما تكون X محصورة بين عددين بتحط X بالنص بتحط اكبر اصغر هون العدد الصغير وهون العدد الكبير وتقرأ القراءة من عند X X اكبر من سالب اثنين واصغر من اثنين تمام المساواة مش فارقة حطوها عند اكبر وهون هي اكبر X اكبر من سالب اثنين تمام هلأ هون اذا بدنا شعبه بصير عن نحو التالي على فكرة هذولا مش تلث قواعد هذولا قاعدتين عن جد ا ليش لانه هاي نفس هاي يا اوالله كل جماعة هاي نفس هاي اذا هذولا الثنتين يعتبروا قاعدة واحدة اعطوني القاعدة اللي على الاطراف X تربيع ناقص اربعة الفترات هون X اكبر او تساوي اثنين او or X اقل من سالب اثنين يا السلام طيب القاعدة اللي بالوسط اربعة ناقص X تربيع ولكن الفترة هاي X محصورة تقرأ اكبر من سالب اثنين واقل من الاثنين تمام استاذي تمام اذا اعطوني ما الحطه على السريع تربيعي وله جذرين جذرين نفس عكس نفس اللي على الاطراف هذول قاعدة وحدة وهي القاعدة الثانية اذا هو فعليا اخذ قاعدتين بس القاعدة اللي على الاطراف اكم فترة اخذت فترتين X اكبر من اثنين X اقل من سالب اثنين اللي بالوسط X محصورة بين السالب اثنين والاثنين تمام تمام يلا يا حلوين تعال نشوف مسألة رقم خمسة والقبل الاخيرة ان شاء الله F X مطلق 3X ناقص X تربيع لاحظوا شو نوع الاختران تربيعي نوع تربيعي على فكرة انا صرت معطيكم ملحوظتين حطوهن حلقة بذانكو خطي تربيعي وله جذرين الخط شو ملحوظته اليمين نفس واليسار عكس معامل X التربيعي اذا الو جذرين نفس عكس نفس ولكن الشغل مش عمعامل X الشغل عمعامل X تربيع دايما اشتغلوا على اعلى درجة بالخطي اشتغل على X بالتربيعي اشتغل على X تربيع او عن خربط تعال الان بدنا نطلع جذوره حنساويه بالصفر ايساونا بالصفر تمام شو X عامل مشترك لعدم وجود حد مطلق تعلمنا التحليل بظل ثلاثي ناقص X يساوي صفر هنا الX بتعطيك صفر هذا لما نساويه بالصفر شو بتطلع الX مش تقولي سالب ثلاث ثلاث بعدين احكي لكم شغلة انا بحب انقل السالب عشان يصير موجب ودي السالب X لهناك ثلاثة تساوي X وبعدين اللي منكو نقل الثلاث شو بيظل ناقص X نقلت الثلاث حتصير ناقص ثلاث اقسم على السالب الX حتساوي ثلاث تمام تمام أستاذي طيب نتابع الآن طلع له جذرين تربيعي وله جذرين ادعس أبو طلال عالملحوظة يلا هاي الصفر وهاي الثلاث آه مش طالبة ولا طالب يحط هون ثلاث وهون صفر خربنا السؤال صغير كبير يا كبير آه شوفوا أخطاء الطلاب بعض الطلاب بتطلع على الدور دورية بلقى X بوجهه ايه موجب ولك عمهلك الشغل مش على الX على الX تربيع ديروا بالكو مال معامل الX تربيع سالب الX تربيع مضروبة بسالب أنا باشتغل على الX تربيع طب معامل الX تربيع سالب هون نفس إذن سالب نفس يعني سالب هون عكس موجب هون نفس هاي سالب تمام يلا طبق القواعد اللي علمتك ياها أستاذي إن كان سالب يضرب بسالب يلا ضربوا لي بسالب بصير X تربيع ناقص ثلاثي X وهنا سالب يضرب بسالب X تربيع ناقص ثلاثي X بالوسط موجب منطقة الموجب طبق القاعدة نفسها نزلها ثلاثي X ناقص X تربيع يا أستاذي أنا شاطر بالقواعد ضعيف بالفترات طب ليش ما حكينا تعال شو هاي المنطقة يمين الثلاث يمين الثلاث يمين الثلاث X أكبر من ثلاث اليمين أكبر طب شو هاي المنطقة احكي يصار السفر يصار السفر يصار X أصغر من مين من صفر طب والمنطقة الوسطانية أستاذ هنا X محصورة بين الصفر والثلاث طبع علمتك حط X بالنص هاي الإشارة وهاي الإشارة من الصغير للكبير هون صفر وهون ثلاث وتقرأ من عند الـ X تقرأ من الوسط X أكبر من صفر وأصغر من ثلاث أستاذ والله تمكنت بس في عندي مشكلة بالمساواة يا جماعة قولكم شغلة المساواة مش فارقة كثير لو حططوا المساواة على الكل صح يا جماعة الصفر والثلاث بمثل جذور وينما تعود صفر بأي قاعدة أو عود ثلاثة بأي قاعدة الجواب صفر لأن الصفر والثلاثة جذور أصفار لإقتران بيخلوه صفر يعني أستاذ مش فارقة كثير مش فارقة كثير بس أنا قلت لك حطها عند إشارة أكبر تعال القراءة من عند X X أكبر من ثلاث هايها تعال هذه بس القراءة من عند X X أصغر من صفر لا X أصغر من ثلاث لا هاي X أكبر من صفر هايها القراءة من وين من عند X X أكبر حط عندها مساواة وين ما في X أكبر من عدد حط عليه مساواة تمام هلأ بالنسبة لا تشعيب الاقتران F X يساوي هاي متشاعب هدول اللي على الأطراف هدول قاعدة وحدة بس هذه القاعدة لها فترتين ها X تربية ناقص ثلاث X حيث حيث إش X أكبر أو تساوي ثلاث أو أو إش X أقل من الصفر إذن هاي القاعدة تستخدم بحالتين عندما قيم X أكبر من ثلاث أو قيم X أقل من صفر طيب القاعدة اللي بالوسط ثلاث X ناقص X تربيع متى تستخدم X أكبر أو تساوي صفر أقل من ثلاث يعني اسمعني أجا واحد قال لك طلع لي صورة العدد واحد قل له استنى أعطي اللوكيشن حدد له موقع الواحد هل الواحد أكبر من ثلاث لا هل الواحد أصغر من صفر لا هون هاي الواحد الواحد يقع بين الصفر والثلاث فالعدد واحد يعوض هنا بهاي القاعدة ثلاثة بواحد ثلاثة واحد تربيع واحد النتيجة اثنين ولازم الجواب يطلع موجب لأنه عندنا تعريفه مية المية أستاذ طيب آخر مثال يا جماعة انتبهوا لي عليه آخر مثال وننهي الحصة فيه إن شاء الله المثال الأخير أعد تعريف أفل اكس بساوي مطلق اكس تربيع زائد واحد حلو وروح ساويه بالصفر يلا لنا جذوره ما داخل المطلق من ساويه بالصفر والله هذا حكينا عليه بالتحليل هذا مجموع مربعين لا يحلل لو حسب تمميزه حيطلع السالب واللي منكم تيس ونقل الواحد يا سيدي أونقلو تعرف لما نجذور بطلع غير معرف أجذور جذر السالب واحد غير معرف آها إن بينه طيب كويس طيب أستاذ شو بنا نعمل بالحالة هاي احسنت هلأ من علمك تجاي تتعلم إذن إذن يوجد جذور اسمع هذه الملحوظة ماذا تقول إذا كان التربيعي تربيعي ها ليس له جذور زي الحالة اللي عن اللوح أو له جذر واحد فقط إذن هذول حالتين مع بعض إذا كان تربيعي ليس له جذور أو له جذر واحد فقط بأخذ دايما إشارة وحدة إشارته نفس معامل X تربيع يا السلام إحنا أخذنا إذا إلو جذرين هسا شو حالة التربيعي يا بطلع له جذرين يا إما جذر أو ليس له جذور إذا إلو جذرين نفس عكس نفس وبتشعب لقاعدتين طيب شو الحالات اللي ضلت إنه التربيعي ليس له جذور أو إلو جذر واحد الثنتين هذول مع بعض يكون إشارته نفس معامل X تربيع هلا هذا النوع ما بأخذ إشارتين موجب سالب هذا بأخذ إشارة وحدة إيا بيض إيا سود إيا كله موجب إيا كله سالب حسب مين معامل X تربيع تعال جذور حلو بعدين أحكي لكم الشغلة الـ X عليها تربيع ما دام الـ X عليها تربيع إذن هو موجب دائما ما دام عليه تربيع موجب طب إشي موجب زيد علي واحد بيظل موجب يا جماعة مستحيل لجوه المطلق تطلع إشارته سالبة لأن الـ X عليها تربيع حتى لو حطينا X بسالب ربحها موجب موجب زيد علي واحد حيظلوا موجب تمام طب يا أستاذ وإذا موجب شو نعمل فيه ولا إشي طبق القاعدة كما هي ما من غير قاعدته بتظلها X تربيع زائد واحد أستاذ يعني ما رح يتشعب لا ما رح يتشعب أخذ قاعدة واحدة وهي X تربيع زائد واحد لكل X تنتمي لـ R يعني من السالب ما لا نهاية للموجب ما لا نهاية قاعدة واحدة هذا معرف بقاعدة واحدة يا السلام يعني أستاذ فيه احتمالية المطلق إن عيد تعريفه وما يتشعب فيه زي هذا السؤال متى إذا أخذ إشارة وحدة إذا أخذ إشارة وحدة أكيد ما رح يتشعب متى بتجزأ المطلق إذا أخذ إشارتين منطقة موجبة ومنطقة سالبة إذن نستخلص القول كيف نعيد تعريف القيمة المطلقة لازم نحصل على جذوره بساوي بالصفر بتجيب جذوره على خط الأعداد باختبر إشارته معاي سلاحين خطي تربيعي إذا خطي اليمين نفس اليسار عكس إذا تربيعي يوجد حالات إذا إلو جذرين نفس عكس نفس إذا ما إلو جذور أو إلو جذر واحد فقط هذا بأخذ إشارة وحدة يبيض يسود طب أبيض ولا أسود نفس معامل إكستربيع ما المعامل إكستربيع موجب إذن كله موجب قاعدة وحدة طب لو طلعت إشارته سالبة عادي بضربه بسالب برضو قاعدة وحدة تمام تمام اللي حاب يسألني السؤال طب أفرضي يا أستاذ طلعي على الاقتران لا خطي ولا تربيعي أحسنت نجد الإشارة بالتجريب الملحوظات اللي عندي خلصتها فأنا أعطيتك نوعين من الملحوظات خطي تربيعي ريحتك من التجريب ودعمتك بسلاح ملحوظات طلع لك واحد لا خطي ولا تربيعي نجد الإشارة بالتجريب منكون هيك إن شاء الله أنهينا حصتنا كل التوفيق طلابنا طالباتنا يعطيكم العمل